ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد أحمد أهلا بك في هذه التغطية ما هي المواقف الدولية المتوقعة في إطار أولا رؤية إسرائيل بأنها تنجح في تحقيق أهدافها بعد عملية أمس وتحذيرات من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وبالتأكيد كل ذلك وسط أوضاع إنسانية تتدهور يوما بعد يوم تحياتي لكم ما أصعد الله وصباحكم بكل خير يعني مساء الأمس كان الخيصل فيما هو قادم هو اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذي وكما أوضح كافة وسائل الإعلام في إسرائيل هو لم يطالبه بعدم الإقدام على اجتياح رفح ولا على توقف العمليات العسكرية بعض الرتوش بعض الهوامش التي تحدث بها بايدن وبالتالي المتوقع من الواقف الدولية باعتقاد بأننا قد مررنا به وعشناه وشفناه على مدى الأربع شهور الماضية من قتل وتدمير واجتياحات وإعدامات داخل المشافي وتدمير المشافي والمراجز يعني عدا عن الشجب باعتقادي إن لم يكن مباركة لن نستطيع لن نسمع شيء من الإدارة الأمريكية ومن موقفها ولكن التقارير تقول سيد أحمد بأن هذه المحادثة الهاتفية استغرقت 45 دقيقة هل هي يعني مجرد مباركة ودعم في كل هذا التوقيف في كل هذا الوقت أم هناك بالتأكيد بعض الخلافات أو بعض التشاورات دعنا نقول حول على الأقل استراتيجية نتنياهو في التوقيت هذه العملية أو في مصار هذه الحرب أو في مصار المفاوضات أليس كذلك؟ بكل تأكيد لا يمكن أن يمضي رئيس بحجم بايدن رئيس الولايات المتحدة 45 دقيقة من وقته فقط بالمجاملات لابد أن هناك كثير من القضايا العديد منها والهامة جدا التي تمت مناقشته ولكن ما قصدته هو بأن ما أفصحته وأفصحت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية وقولا واحدا أن الرئيس الأمريكي لم يطلب من نتنياهو ولا من حكومته عدم الدخول في رفح الجزئية المتعلقة في رفح وفق الإعلام الإسرائيل التي تطرق إليها وتحدث بها الرئيس الأمريكي هي مسألة الممرات الآمنة من أجل إخراج السكان وإفراغ رفح من قاطنيها ومن الذين نزحوا إليها ولكن مرة أخرى الاعتقاد أو كما روج له في بعض المواقع أو بعض الوسائل الإعلام بأن بايدن يضغط على الإدارة على الاحتلال الإسرائيلي كي لا يقدم على رفح هذا غير موجود بالعكس الذي روج في الإعلام الإسرائيلي وبأن إدارة بايدن ومثل برئيسها بالاتصال يوم أمس لم يطلب من نتنياهو عدم الذهاب إلى رفح وبالمقابل أوضح له بني نتنياهو بشكل لا يقبل الشك بأن استمرار العمليات العسكرية هي الضامن الوحيد لها من إسرائيل والسيطرة على كل قطاع غزة وهنا نستخدم كل كافة أرجاء القطاع هي الضامن لعدم العودة وعيش تجربة 7 من أكتوبر الماضي وبالتالي العملية العسكرية وفق المخطط له إسرائيليا لا يوجد ما يردعه لغاية الآن من قبل الإدارة الأمريكية لا يوجد الآن موقف أمريكي واضح هناك نعم بعض الخلافات في بعض التفاصيل وبعض الأجزاء التي من شأنها طبعا أن توتر العلاقة بين الطرفين خاصة بالجانب الإعلامي ولكن باعتقادي بأنه ما زالت إسرائيل تشكل الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية متقدمة قد تخطئ إسرائيل في نظر الولايات المتحدة هنا وهناك بتفصيلها هنا وهناك يعني التقارير التي تشير بأن هناك رؤية أمريكية بأن نتنياهو لم يعد الشريك المتوقع منه العمل مع الإدارة الأمريكية أو بأن بايدن يريد تغيير حكومة نتنياهو أو بأن هناك رؤية لمستقبل ليس لنتنياهو وجود فيه في الوقت الحالي كل هذه هي يعني ليست بالتقارير الصحيحة أو لا تشير إلى الوضع الحقيقي ما بين نتنياهو وما بين بايدن أو ما بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية موجة التصريحات العالية ذات الوتيارة العالية التي شهدناها من الإدارة الأمريكية في أيام الثلاثاء ولغاية الجمعة الماضيين نستطيع القول أنها خفتت أما فيما يتعلق بتغيير الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية حقيقة أنا لا أسمع بأن الإدارة الأمريكية طالبت بتغيير قيادة نتنياهو وهي تحدثت بتفصيلة مهمة طبعا هي وأن نتنياهو لم يعد الشريك الذي ممكن أن نثق به وأن نذهب معه بعيدا ولكن ما هي تفسيرات أن نذهب معه بعيدا هل حرب إطلمية شاملة نتنياهو لم يعد يصلح لها هل تسوية سياسية في المنطقة شاملة نتنياهو غير مهيئ وغير مؤهل وغير جاهد لها بعض التفاصيل التي تحدثت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا طبعا عن الإعلام الأمريكي تفيد بالتالي بأن التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية في قطاع غزة متفق عليها باستثناء جزئية اكتفاء عدد الضحايا الفلسطينيين وهذه كان واضحا لها بلينكين وكذلك الرئيس الأمريكي منذ أسابيع حينما طالبوا من نتنياهو بعدم بالعمل على أن لا تخرج صور من قطاع غزة كتلك الصور التي خرجت بالمدزرة مستشفى المعمداني في مدينة غزة وبالتالي مرة أخرى بالتفاصيل الإسرائيل والأمريكي متفقون بشكل كامل على ما يحدث في قطاع غزة مسألة ارتفاع أو انخفاض عدد الضحايا هذه جزئية بتأتي في سياق أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ابقاء مكانتها الوسيط ما بين الأطراف في منطقة الشرق الأوسط ولكن هناك بعض القضايا الكبرى التي يوجد عليها وحولها خلاف وسجال وجدل كبير خاصة طرح إسرائيليا أن توجه إسرائيل ضربات عسكرية لإيران هذا مرفوض أمريكيا وذلك بسبب كبعيات هذا العمل أما مرة أخرى فيما يتعلق في داخل قطاع غزة ما زال الكرت الأخضر بيد نتنياهو من قبل إدارة الأمريكية ومن غير المتوقع أن تصدر أي مواقف رافضة لهذا السلوك الذي شاهدناه هذا الليل والذي خلف أكثر من 150 شهيدا طبعا الإعلام العبري الذي تحدث عن هذه الأعداد نعم يعني كنا نتابع كلمة لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن كان يتحدث ويرد على بعض الأسئلة في تبيعات العملية التي وصفها جيش الاحتلال بأنها ضد أهداف نوعية في رفح الفلسطينية يعني ما هي ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي لهذه العملية خاصة وأن جيش الاحتلال يبدو بأنه يرى بأنه وصل أو حقق أهداف معينة ومحددة كانت هي المرجوة من هذه العملية بالنسبة إليه أشكرك سؤال في غاية الأهمية دانيال هكاري المتحدث بلسان الجيش طفز مباشرة من عملية بطولية نوعية يعني خدمة شاء من هذه المفردات إلى العودة باثنين من المفتطفين أعمارهما ستين وسبع وستين عاما التفاصيل لم يتطرق إليها دانيال هكاري لم يذكر كيف وصلت هذه القوة إلى داخل حي الشبورة وما الخسار التي تكبدتها تلك القوة وإن كان من غير الوالد أن يتم الإعلان عن ذلك بالمقابل هكاري قال جملة في غاية الأهمية ممكن أن أخذها من كلمته الطويلة التي استمرت لدقائق لأكثر من 12 دقيقة بأنه بقي 134 مختطفا إذن هذه العملية بحجمها وكمها ونوعها والتي شاركت بها وحدات النقبة في جيش الاحتلال من الفردة البحرية الثلاثة كل هذه التفاصيل المقلان كلها بإشراف وزير الدفاع رئيس الأركان رئيس الوزراء الكابينيت كذلك كل هذه التفاصيل ممكن أن نختزلها بجملة واحدة نعم تمكن جيش الاحتلال من خلال وحدات النقبة من الوصول إلى شقة سكنية في حي الشابورة والعودة بإثنين من المختطفين ولكن مرة أخرى كما قال هجاري لقد بقي 134 مختطفا إذن هل ستذهب إسرائيل لتنفيذ 134 أو 100 عملية أخرى كي تستعيد الآخرين وبالتالي هذا النجاح وأنا أسمع لي أن أسميه نجاح وفق رواية هجاري نعم هذا النجاح الذي لا يعرف لغاية الآن طبيعتي والخسائر وكيف وصلت هذه القوة من خلال أنفاط أم من خلال مركبات تم تمويها بالأوناروة وكالة غوت وتشغيل اللاجئين تلسطينيين ما هي سريب التنويه التي تستخدمها جيش الاحتلال ووارد أن يكون استخدم شارة الصريب الأحمر الدولي أو شارة هيئة الأمم أو وكالة الغوت وبالتالي هذه التفاصيل نعم سنقفز عنها على اعتبار بأنه الآن في مستشفى تل عشمية في تل أبيب يوجد اثنين من المختطفين استعادتهم قوات الاحتلال ولكن مرة أخرى ماذا بخصوص ال134 الذين تبقوا داخل في أسر المقاومة وهذا الذي قاله هجاري بطريقة ومر عنها ومرور الكرام لكي هو أراد من هذا الكلمة في هذا الصباح الباكر أن يقول للمجتمع في إسرائيل نحن أنجزنا ونحن قمنا بتحقيق انتصار وانتصار كبير جدا ومع ذلك ذكر نقطة الضعف أو نقطة الخلل أو النقطة التي تصدع من خلالها كل هذه الإطلالة للسيدة غاري حينها قال بقيها 134 إذن ماذا ستفعل إسرائيل وجيشها مع المئة وأربعة وثلاثين وهل سيتقبل الدخل الإسرائيلي هذه التصريحات؟ عفوا هل سيتقبل الدخل الإسرائيلي هذه التصريحات؟ ويقوم بمزيد من الدعم لحكومة نتنياهو أو لجيش الاحتلال في هذه الاستراتيجية في حربه على غزة؟ عظيم لغاية الآن نعم هناك انجراف كبير في المواقع الإبرية مواقع التواصل المواقع الإخبارية هناك انجراف كبير في الدعم ومباركة هذه العملية ولكن مرة أخرى سويعات وسيفوق المجتمع في إسرائيل من تفنيده لكلماتها قال التي قال بها يوجد 134 إذن هنا الطامة الكبرى التي سيقع بها جيش الاحتلال وحكومته عندما يقارن حجم الإنجاز العظيم الذي حققه هذا الجيش مقابل ما تبقى لهم نحن نتحدث مرة أخرى عن 136 أسير لدى المقاومة تم استعادة من 136 إذن تبقى 134 أسير هؤلاء 134 نفترض بأن الاحتفالات في عودة هؤلاء الأسيرين وطبعا سنشهد وهذه من عادة ليس فقط الإعلام العبري وإنما وحدة الرقابة العسكرية ووحدة الإشاعة في الاستخبارات العسكرية التي ستسمح لوكلات الأنباء أن تستفيدوا في الشرح عن بطولات تلك العملية وعن تاريخ الذين تم استعادتهم وعن معاناتهم لكي يقنع المواطن في إسرائيل بأن هناك إنجاز كبير تم تحقيقه ولكن هذا الإنجاز وباعتقادي لن يدوم طويلا لن يدوم أكثر من سويعات على أقصى تعديل لمساء هذا اليوم أنا أتوقع مساء سيقوم نتنياهو بتقديم مسرحية كبيرة عرض بطولي للحدث الذي جرى هذه الليلة ولكن أقل من يوم سيتمضي هذه الهالة هذا الحدث الكبير ويعود المجتمع في إسرائيل للتفكير بالمئة وأربعة وثلاثين أسيرا الذين ما زالت تحتجزهم المقاومة على المستوى الدولي وعلى المستوى السياسي يعني كيف ستؤثر هذه العملية على أي مصار للمفاوضات في الوقت الرهن ستكسب نتنياهو بالمدى القصير بعض الدعم من بعض الدول التي هي بالأساس متحمسة لبن يمين نتنياهو وشاهدنا كيف أن الرئيس الأرجنتيني ذرف الدموع في حياة المبكة وعنل بأنه سيتهول سيعتنق اليهودية وأنه يطالب بالمسجد الأقصى بحد من المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث وما يبارك من تفاصيل ولكن هو معروف عنه الموقف المتطرف بعض الشيء يعني الرئيس الأرجنتيني الجديد نعم سنجد مثله عدة رؤساء يباركون ويهنون نتنياهو بعودة هؤلاء ولكن اسمح لي بالعودة للتفاصيل هجاري لم يأتي على مقتل اثنين من وحدات النخبة وإصابة أربع بجراح خطيرة بل أن بيان عسكر منفصل إلكترونيا قال أن القتل الذين سقطوا هم والأربع الآخرين للضباط اثنين والأربع الذين أصيبوا بجراح خطيرة في حادث منفصل هذا يعيدنا إذا سمحت لتفصيلة بسيطة إذا كان حادث منفصل قتل به الضابطين وأصيب أربع بجراح خطيرة وفق البيان العسكر الإسرائيلي فباعتقادي بأن دخول حي الشبورة برفح ومغادرته وبغطاء جوي وقصف جوي لا أعتقد بأنه مرضى بالطريقة السيئة التي قدمها هكادي نعم من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك